طيب بتتمرن ازاي النهاردة يعني انت ايه الجهاز الفائل الجهاز الطبي في النادي بيقولك اتمرنه بتعمل ايه يعني النهاردة بتستغل الوقت اللي انت بتستعد بيه ده ازاي والله احنا من تقريبا تالت او رابع يوم انا بدأت عايز اتحرك اكلم الدكتور احمد حسن ومحمد عز ومروان دول اللي هم دكاترة اللي معانا ومروان المعيد البدني وعز برضو مدربين التأهيل الكويسين ما انا في فرقة برضو تقريبا تالت او رابع يوم انا كلمت كان مران لسه مجلناش الفرقة فكابتل مران لسه مجلناش الفرقة فكابتل مران لسه مجلناش الفرقة كلمت عز وقلت له انا عايز اتمرن انا مش هفضل قاعد كده انا بقري شهر ونص فاحت نفسي تمرين واكل نظام غذائي فمش عايز ابقوز الكلام ده كله فقعدنا بعد رابع يوم اتكلمنا وبعض وقال لي على حاجات معينة اعملها كنت طول الوقت او الاسبوع بطن وضهر ما بعملش اي تحركات تانية كويس الكور شغال عالكور كله كويس كلما باكل اكل نظام غذائي مش اكل حتى ي ماشي بالزبط زي ما الدكتور قال لك حاس ان انا بدخن حاس ان في حاجة مش مزبوطة لقعدة طبيعي جدا فكلمت دكتور النظام الغذائي بتاعي دكتور شهاب بصراحة كان عمر الجندي اللي وداني لي كلمتو اتفاني على معايد وروحت بعد ما فكرت الجبيرة است فاكتشفنا ان انا مش تخنين زي انا فاكر انا تخنين كيلو نص تقريبا في شهرين ممكن تبقى مية ولا خارج شهرين اللي خمس دي ولير جدا في شهرين دول كيلو نص مش كتير خلي بالك جسمك برضو اكيد في مية لاني ما بتعرقش زي الاول دي حاجة برضو يعني هو بصراحة انا بقى مهتم جدا من موضوع ده بس كيلو نص مش كس منذ اخر مرة بس هو المشكلة ان انا الدهون عندي بتتجمع في بطني فبتبقى مشكلة عشان تتشيل معلش كل اللعب عنده مشكلة اه يعني انا ان شاء الله حاولي علاجها عشان ابقى في حسن صورة طول الوقت يعني بس يمكن انا بقى بعديها بعد الاسبوع ده بدأت اتحرك انزل الجيم شوية ومع الوقت بقى بدأت اجيب اوزاني في الجيم بدأت اشتغل الجيم بدأت يعني استفدت بقى من الموضوع على قد موضوع تحاول تكبر الماس مصل عشان لما ترجع انت ما عندكش وقت تتكبرها يعني هي دي تبقى فرصة دي ممكن تعيش على الموضوع ده 3 سنين ولا 4 سنين حد ما لقوب سيزين ييجي برضو الدنيا تكون زبطت بس هو يعني كل اللي هم عمله ده الغرض منه من غربة مستعجل على حاجة ان انا لما اجي اهل الحاجة اللي هم عملها دي هتقلل لمدة التأهيل وبدأ ما انا اهل في شهر ونص منك اقل اهل في شهر اهل في اسبوعين عشان نلحق اللي باقي من السيزون من غير ما بقى مستعجل ان ده فاضل نهائي الدوري بس ده فاضل كذا ده فاضل كذا بس بس خلينا اقولك انه انت النهاردة يا حبيبي يعني دي يمكن اول اصابة كبيرة لك فانت بتتعلم النهاردة فلسفة ازاي اتعامل مع الاصابة خلي بالك يا مؤمن هي الاصابة دي جزء من الرياضة صح او لا اه اه انت طول ما انت بتلعب طبعا اكيد حضرتك ارض واضرة مني حضرتك تعريبا 2011 كان جيل حضرتك كسر في ايديك روحت لعبت ماتشا انجولر جاءت عملية يا باشا اعدت فيها 8 شهر وكت بي اول اصابة لي وكنت ساعة تامي الزغير انت يعني دوقتي زغير بس هي الله اكبر عليك ان انت يعني بكلامك انا شايف حاجاتك جديدها تعلمتها وده اللعيب اللي عايزي بقى لعيب نجم وستار انت الحمد لله اتولدت كده ما شاء الله اللعيب يعني يعني عندك الشخصية والكارزمان انت تبقى لعيبنك فالنهاردة ربنا قد يكون انه بيعلمك ازاي مؤمن تتعامل مع الاصابة لان الاصابة النهاردة جزء من الرياضة يعني هنعيشه هنتقلم وهنتوجع ونالهاش حل يعني بس خلينا اتكلم بقى معاك على الفنيات خلاص انسى الاصابة بقى المئة واردهرك انت الحمد لله ماشي كويس ومتمنين عليك هعمل ليه ان شاء الله سابيع قليلة وكون في ارض الملعة